السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم فيديو جديد اليوم سنشارك معكم تحضير كيك بجوز بيضات اقتصادي المكونات جد بسيطة كي يرطب وهشيش ومفش فش وكي يجلون دياله مذهب على هاتشكل هذا وكي يشهي طبعا غادي نشارك معكم الطريقة التحضير بالتفصيل وحتى الطريقة ديال الطيب دياله في الفران ديال الدو ايتي مات باش يجيكم على هاتشكل هذا نتمنى ان شاء الله يهجبكم الفيديو تستفدو منو و نتمنى لكم فرجه ممتعة ونبدو على بركتي الله بالنسبة المكونات عندنا جوج بيضات للحجم دياله ميكون كبير ولا متوسط عندنا كاس ديال الحليب البارد عندنا كاس الى ربع ديال سكر سنيدة وكاس الى ربع ديال زيت نباتيا كيف ما كتلاحظو معي القياس بالكاس ديال العنبة وعندنا واحد قشور برتقال باش غادي النسم والملح و هناك جوج خمارات للمجموع دياله مستاش القرام و هناك جوج كيسان ديال الدخ الابيض او الفارينا او الفورس و هنا عندنا اللمسة الزوينة ديال هاد الكيك هذا وان هنا الزبيب او العنب المجفف مرقداه في ماء الزهر كيعطي واحد لما دا قزوين هنتوا ما غادي نشوفوا معي التحضيرات سوف هنا غادي ناخد البول ديالي و غادي ندير فيه جوج بيضات من بعد ما نجربوهم طبعا و غادي ندير فيهم هذا الكاس الا ربع ديال السكر سنيدة او لا السكر الخاشين و هناك قشور ديال البرتقال اللي ممكن تعاوضهم بقشور ديال ليمونة حامضة او الا السكر فاني بثلاثة ماشي مشكلة انا هنا يا كتغادي نعوض الحليب بالبرتقال ولكن ما عنديش البرتقال كافي ذاك الشي علاش كتافيه تعير بالقشور ديال البرتقالة غادي نعطيه انك هزوينة و خصوصا كيف ما لحتو في المقادر ان نديرين الزبيب او للعنب المجفف كيتوتى بزاف مع البرتقال سوف ينطرب هاداك البيض والسكر مزيان خاص بحيث انا هنا غادي نخدم عير بالطراب اليدوي و كيبغي شوية ديال الطراب سوف ينطرب هادا و هنا غادي نضيف الزيت بالنسبة الزيت كنضيفه شوية بشوية و كنضيفه و كنضيفه نطربه مزيان يعني لما كنتيش هتخدمه بالطراب الكهربائي خاص باش يطلع لك الكيك زوين و يجيكم فش فش و مهوي من الداخل خاص ضروري طربي المكونات مزيان و هنا الحليب كان عندي صراحة في تلاجة يعني كان شوية بارد ذاك الشي لاش يعني خرجوا المقادر بالنسبة لبيض والحليب يبقوا بحرارة المطبخ يعني لو باشي تحضر الكيك اللي قوتي و اخرج يوم من صبح من تلاجة سوف يكملت اللي بقى لعندي ديال الحليب و اطربت هكده المكونات وهنا هير شي قشيرات كانوا بقاولية ديال قشور البرتقال في هاد الحكاكة حييتهم حتى هما سوف هناك نحصل على هاد الخالط هادا و دابا غادي نبدو نضيفه اه دقيق شوية بشوية بالنسبة لي انات معا برا جوج كيسان اه غادي نشوفوا باناني غادي نزيد واحد نص كاس جوج كيسان حينتاش يمكن حينت لبيض كبير الحجم دياله كبير بالنسبة لي مقدار ديال الدقيق غادي يقدكم ما بين جوج كيسان و جوج كيسان و نص و هنا ضفت دك جوج خمارات للمجموع ديالهم 16 لقرام سوف هنا احسن حاجة للكيك هو انكم تبدو بتغربلو وتخدمو في نفس الوقت يعني ما كيتكورش ليكم وهو كيجي يعني واحد الكيك كيجي رطيه طب و حتى التكستور دياله كيجي زوينه سوف هنا كملت اذاك شي اللي كان بقي عندي ديال الدقيق اه الابيض هنا اياه كيف ما كتلاحظوا معايا والملح هرا مادرتهاش في البداية هنا فيما غادي نتفكرة غادي ندير واحد شوية ديال الملح اللي كتعادل يدو كنتو ما ديروها في البداية فاش ديروا السكار والبيض ضيف واحد رشيشة ديالة الملح لاحظوا معايا هنا الخالي تبقى شوية خفيف هنا غادي نضيف هاد المرحلة الزبيب اللي اعطى واحد الماداق زوين بزف بزف كنصحكم إلا ما توفرش عندكم المزهر ديروه في الماء العادي انا هنا توفر عندي مأزة رطبتو فيه وتجا الماداق ديالو زوين وسط الكيك وجاته ورطي طبرة وخيبة لكم قاسح انه كيرطب وكيرطب وكيتنفخ وسط الكيك هنا نطفد نص قاس ديال الدقيق الابيض غادي نخلي لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف بالتفصيل باش تحتافظوا بيوم حينت انا نيعنيش حل من حاجة زدها صف هنا كندير واحد المعلقة صغيرة ديالة الخل اللي كيعطى انا واحد تفش فيشة تاية زوينة وكيحس اللينا جودة الكيك إلا درتو كيك كبير كنديرو معلقة كبيرة وهذا عر كيك صغير يعني عبجوش بيضات وخة تبارك الله ما جاش صغير وراجة تبارك الله يعني حجم عائلي زوين وهنا هاد المولة هادة رام توفر يعني را كيتبع في المحلات يعني التمن ديالو عرشي 13 لدرهم كندهنوهم زيان بالزبدة شحل من واحدة قلقها شحل من اخت يعني اف التعاليق اف الفيس اف اي بلاسة قلقها قد قولك الكيك يلسق لها في المون وخصوصا بحالة دليا كيك هادو اللي كان يعني الوجه ديالو مهم هو اللي غادي يكون في الواجهة وغبرتم مزيان بالضقيقة را لاحظتم معايا وانا غادي نخوي الخالط ديالي اللي لاحظتم بانهو ما تقيلش بزاف وما خفيفش يعني بين وبين باش يجي ننفش في شور طيطة سفي هذا هو الكيك ديالي بالنسبة الفرن انا غادي نطيبة في الفرن ديالو بالنسبة الفرن ديال الغاز كيبغي شوية يكون مسخن من قبل اما فرن ديالو كيبغي يعني يكون بارد انا را الفرن مني تشوفوني كان قاس الشبكة بالايد ديالي عارفور الفرن بارد سوف هنا عادة غادي نشعلو حطته في الطبقة التانية من الاسفل حسبو اللولة للتانية وهنا شعلتو درجة الحرارة ما بين ما بين مية وستين مية وسبعين مية وثمانين ما شي مشكل وغادي نشعلو من الاسفل فقط وغادي هنا يوردكم عار الاضاءة بس تشوفو فين حاطة حين تشلمو يعني المات يغديالو ماشي شي حاجزويني ذاك شعلش بععدتو من النار حين تغادي مني سخون مزيان غادي تلهلو يتلهل بلي الكيك وما غادي شي طيب ذاك شعلش بععدتو على الاسفل صافيتا كيولي لي علاها تشكل هادا كنحلع لي انا حال للفرن ما غايطيح الكيك موالو حيط الكيك مخدوه مزيان ممكن شي طيح أち рынاء هنا لاحظو معى الكيكا aplicat The Alty كتولي علاها تشكل هادا وحاطهاها فالطبقه التانية من الاسفل هنا غادي نحيد غادي في الاسفل وغادي نخليشها على العار الفقرة لاحظو معايا هانا نمشى على العار الاضاءة وما كناخد موش للفرفارة ومشاه لعليه من الفق ولكن غادي ننزلو الطبقة الاولى من الاسفل يعني غادي نبعده على الفق حينتاش غادي تحرق لي theatre's going to be able to carry out و انا نزلت شبكة ديالتي للطبقة الاولى من الاسفل حتى كيولي على هاد شكله هادا و كياخد ليه سفيه هنا غادي ينطفل فرن كياخد ليه اللون محمر و مذهب و شكل ديال وزوينا ديال الطريقة باش كنطيب الصراحة اه كل كيك و الطريقة ديال الطيب ديال و من قوش لكم هاد طريقة هي ديال اي كيك عندكم او اللي عندك فرن ديال طيبي بها الطريقة و انا في القناة ديالي رح حط لكم بزاف ديال المولات و انا اصلا بلي بشرية المولات و الكيك دائما كنحضره يعني و خصا ان الزوج ديالي يعني كيبغي الكيك بزاف يعني دائما كنحضر معاكم الكيك و كنشارك معاكم الطريقة حتى الطياب ديالي في الفران يعني كنتمنى يعني تشوفوا الفيديوات و اي فيديو رغى يباليكم ان شي شي مول خدمت بيرة عندكم في الدار يعني يا ديال الالومنيوم يا ديال الزاج يا اي حاجة سوف ينخرج الكيك ديالي انا كنفضل انني كنقلب الكيك ديالي كنقلبها تكون سخونة هنا يا قلب الكيك ديالي لاحظوا معايا كنقياسها كتباليكم مفشفشة و رطبا مهوية من الداخل وتبارك الله و اخجوش بيضات و يعني اعطاها واحد للفوليم زوين و يعني وجه طالع مفشفش و بيدون طراب كهربائي لاحظوا معايا شكل ديالو وهنا التزيين اللي بنات دائما كنقول لكم انني التزيين خاطي يعني كنعرفش نزيين هنا يا ما توفرش عندي الكوكاو و شوية ديال كوكاو و الكوكاو كننصحكم انكم تجربوها كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تكونوا استفتوا منه و ما سخيتش بكم كيف ديال ما و ما سبخلوش علي بالتعليق ديالكم واللايك ديالكم اللي دائما كتفرحني و انتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة